رجعنا لكم مع ثاني لقاءاتنا لليوم ودائما نحب نتميز في لقاءاتنا خصوصا في نص الأسبوع الواحد يبي شيخ خفيف لطيف فراح نسلط الضوء على موضوع صناعة المحتوى وهي كلمة وايد نسمعها أو تستقدم وايد في مواقع التواصل الاجتماعي إن الواحد لازم يصنع محتوى ويعرف شنو يصنع ومن الناس اللي يصنع لهم أو الجمهور اللي قاعد يتفاعل معاه على منصات التواصل الاجتماعي لكن اليوم معانا ضيفتنا أكيد رح نتعرف أكثر وياها على هذا الموضوع رحب وياكم ضيفتنا آلاء حسن صانعة محتوى صباح شالله بالخير وحياة شالله صباح النور أهلا وسهلا حياة شالله صادر آلاء بداية يعني بنتكلم عن صناعة المحتوى وإحنا في عصر السوشال ميديا اليوم وما في خلاف عليه إن اليوم الواحد إذا ما كان عنده محتوى جيد يشد المتابع ما رح يسمر في سوشال ميديا فصناعة المحتوى بحد ذاتها شي سهل أو لا موضوع يبيه لشغل ويبيه لتركيز أول شي شكراً للاستضافة وعلى المقدمة اللي وايد حلوة صناعة المحتوى قبل يعني أتوقع أول ما صارت السوشال ميديا كانت أسهل من الحين لأنه كان فيه المجال كان واسع أي شخص يقدر يطلع يقول أي شيء أو يسوي أي شيء أو يعرض أي شيء فكان المجال واسع وناس تريد تشوف هذا الشيء لديه الحين لا شوية صار أصعب يعني لازم صج يكون عندك فكرة لازم يكون صج عندك محتوى لازم تقدم شيء فعلاً شوية مختلف فهو ما رح أقول لك شيء وايد صعب لكن لازم الحين يكون عندك شيء شوية غير عن الموجود يعني نقدر نقول لازم شوية الواحد يفكر شنو قاعد يقدم للناس ومو أي شيء ممكن يمشي لأن الناس صار عندها دراية أيضاً ويعني صار فيه خنقول نوع من التنوع في المحتوى لكن ودي أرجع وياتش إلى بداياتك وشلون فكرتي أو حتى ليش فكرتي تصنعي المحتوى في منصات التواصل شنوائي بصراحة ليش فكرت أنا كنت متمللة وائد بهذه الفترة كنت وائد مالة وبيني وبينيش كانت الفترة هذه يعني عقب سنتين من كورونا ومن اللي صار حسيت بملل من الوظيفة ملل من كل شي حولي تقريباً وللأمانة أنا قبل السوشيال ميديا كنت دائماً أسوي هذه الفيديوهات بس بطريقة مختلفة يعني مثلاً أعلق على صورة أعلق على فيديو أعلق على مثلاً قصة صايرة مع أحد المشاهر أو أي شيء يعني وأدي زحي قريفي جاتي وايد كانوا يستنسون وصج كانوا وادي والنس يعني أنا كنت أستنسوا هما كانوا يستنسون فمع الوقت مرت يعني مرت السنين يعني تقريباً من أربع سنوات مرت السنين وأنا أحس أن أبي أسوي هذا الشي بس بطريقة شوية غير مختلفة يعني وصارت وشلون قررت يعني مثل ما قلت لازم الواحد يحط له آلية معينة خلنقول على أساسي عارف شنو كعي يقدم أنت شلت بأتي لما قررت أنه خلاص أنا أبي أسوي هذا الشي شوفي للأمانة أنا درست شوية خلأ أقول لن درست شوية السوق يعني عرفت شنو الشيلي مو موجود وايد بالسوشيال ميديا يعني موجود وهو بس مو وايد يعني ما في بنت تطلع تولف طبيعية تطلع مثلاً ماسكة الكاميرا عادي مو أنه مثلاً برودكشن وكاميرا ما لقيتها وايد موجود وعرفت شنو مو البنات بس شنو الأوديونس إن جنرال يبون أن أنت يتكلمين عنها سواء مثلاً جيل الثمانينات البنات مشاكل الشباب الزواج هذه الأمور حسيتها هي أكثر شي صارت أعلى أعلى نسبة مشاهدات أعلى يحبونها الناس فدرست هذا شوية ببداية بين وبين نفسي طبعاً وصارت نعم يمكن هذا أيضاً الموضوع هو يعكس أيضاً الفيديوهات التي قاعد تشوفها في السوشيال ميديا لاحظت صراحة في أغلب الفيديوهات كنت تتسولفين في هذه المواضيع والله المواضيع اللي خلنا نقول الناس اللي تخاف تتسولف عنها أنت لا تروحين قاعد تتسولفين عنها هذا كان شي مدروس ولا هو يعني لي متى لوحد تساكت شوف أقول لك شي هي الناس ما تخاف تتسولف عنها هي ناس تتسولف عنها يعني أنت أكيد مع ربعك متتسولف عنها مع رفيجاتك متتسولف بس ما في أحد تسولف عنها يمكن يعني بالعلن بسوشيال لكن أنا للأمانة يعني أحس أنه لازم في بعض الأمور لازم يسلط عليها الضوء لأنها يعني ما بيقول كلمة مو تمام بس زادت يعني زادت عن حدها فيس فأنت بدورت شلون تختارين هذه المواضيع يعني درستي الفئة المستهدفة وعرفت جمهورتش أو الفئة المستهدفة اللي أنت قاعدت توصلينهم هذه المواضيع شنو يبون لكن شوان تختارين المواضيع يعني هل فيه آلية معينة تتبعينها ولا بس اللي تحسينها مكس يعني فيه أشياء أنا أحسها فأبي أقولها فيه أشياء تكون يعني هي لها علاقة بموسم معين مثلا موسم الصيف رمضان قرقعان واتفر وفيه أشياء مثلا أشوفها بمجتمع تصير يعني مثلا أنا في فيديو تكلمت عنه من فترة هو فيديو الجمال التجميل أو مو تجميل الجمال المغلوط أنه لازم البنت تكون ما فيها ولا غلطة ولا خط هذا داير الحين قاعد نشوفها ففيه أشياء لا أقتبسها من الأشياء اللي تصير حوالينا فيه أشياء صراحة شيء أحسها وأقولها نعم أكيد طبعا سواء نتيدي ولا نتيدي مبدع أكيد ودائما فيديوات جانيل لها صدى وأصدى جميلة أكيد عند المتابعين اليوم خلي نقول صناعة المحتوى هي دراسة وتدرس حتى في الجامعات ولكن البعض ممكن قاعد يحاول أن يدرسها ويحاول أن يطبقها لكن مع ذلك ما فيه سبحان الله ذاك القبول اليوم عند المتابعين فهل هي المسألة أيضا بعد مسألة القبول وشكتر أن الشخص يكون طالع على طبيعته هل تأثر أيضا على المتابعين والأوديوس؟ أكيد 100% يعني أنا من خلال تجربتي 100% يعني الناس أحس ملت من الشعف ملوا ملوا من أنا مو ضد يعني ما قعد أهاجم هذين الناس بس أن قصدي أن ملوا من لين ناس تبي طبيعي تبي ناس تسبي يعني أشوف شخص يشبهني أشوفه بالسوق أشوفه بالبقالة أشوفه بكل مكان أشوفه بالشارع ملوا من هذين الناس يعني صار يدورون على الأشخاص اللي يشبهونهم والقبول أكيد طبعا لازم يكون من الطرفين موجود يعني أنت لازم يقبلك الجمهور وأنت تتقبل الجمهور شنو بتاخذ منه فأيه؟ على طريق تقبل الجمهور أول فيديو نزلتي بسوشيال ميديا أول فيديو أول فيديو قبل أن تنزلينا كنت خايفة من ردة الفعل وايد وشنو صار بعد ما نزلتي؟ أول فيديو كنت وايد خايفة من ردة الفعل لأنه ما كنت مستعدة وبين وبينك الواحد يعني هو مو متعود على هذه التجربة فأنت ما تكون عارف الناس تتقبل الناس لا فيه ناس يعني مثلا ممكن يهاجمونك كشكلك كطريقتك طريقتك بالكلام لبسك حتى الكونتنت المحتوى نفسه اللي أنت قاعد قدمه بس قلت بيني وبين نفسي إن شو بيصير يعني؟ بسوشيال ميديا هو يعني شو بيصير؟ راح حبوا الناس كملت راح ما حبوا الناس لأمانة كنت حاطة بالي أنا أبي أكمل ممكن أغيرها يعني ممكن أغير الطريقة أغير الطرح أغير الستايل والحمد لله أول فيديو الحمد لله يعني 99.9 من 10 من الكومنت كانت إيجابية يعني ممكن أعطاتش دافع على هذا السمرة جدا أكيد أكيد وهي صراحة شي جميل وودي يعني يعني أعرف غير الدافع اللي حصلتين من أول فيديو شلون تعطين نفسك دافع الاستمرارية بشكل يومي خصوصا أن التواجد في منصات التواصل الاجتماعي وكونت قاعد تواجدين بمحتوى خنقول صجي نوعا ما وقريب ويلامس الجمهور بشكل مباشر يعني شلون تحافظين على أن تتعطين نفسك هذا الدافع اليومي شوفي الأمانة بالبداية كنت أجبر نفسي يعني فيه فترات بالبداية كنت أحس أن اليوم ما ليخوك بس كنت أحد نفسي يعني يقول لا لا لازم حتى لو سالفة لو صورة لو يعني شي بسيط بعدين وصلت للفل أن حسيت أنا مو مجبورة على هذا الشيء هذا الشيء كان باختياري أنا أنا مو مجبورة عليه حلو الوسطية في كل شيء فأنا أحس أنه لما ما ليخلق أو أنه مثلا ما عندي استعداد أطخ والهدوء هذا حتى لو كان يوم أو يومين وهو نفسي شحني يعطيني نفس شيء باور أقدر مرة ثانية أنه أكمل الثاني والثالث والرابع فتأخذين خنقول فترة بريكات بين التواجد اليومي والمحتوى اليديد صح أمية بالأمية جيل الثمانينات جيوم هذا الجيل الآن مو مجل الثمانينات نزيل ولكن شو اللي يميز هذا الجيل وليش تطرقت له في أحد الفيديوهاتك؟ أول شيء أنا من جيل الثمانينات فلها السبب تطرقت له بعدين وايد علينا هجوم أي ما أدري معنا أصنفع المميزين لا تقول أن أنت جيل الثمانينات شو يعني جيل الثمانينات؟ نحن جيل ذهبي حقيقة وليس بس الثمانينات أخذ من السبعينات شو حتى المنتخب ترى كان الجيل الذهبي بثمانينات نحن فعلا جيل ذهبي بكل شيء يعني ما أدري شون أحس أننا نحن مختلفين عن الغير بصراحة وهذا ليس معناها أننا غيرنا مو تمام بس احنا غير احنا بسيطين يعني حتى يعني وينما كانت طبقتك الاجتماعية إلا ما تكون تعبت في حياتك سواءا بالدراسة سواءا بتربية الأهل كل شيء احنا غير ومتقبلين سلسين سمحين يعني ما يمكن الجيل الثمانينات هو الجيل خلنا نقول اللي كبر وما عنده خلنا نقول ذي شرفاهية اللي كانت عن جيل الحيات حتى المرفه من جيل الثمانينات ما عاش الرفاهية اللي الحين موجودة يعني إحنا مثلا الحياة كلها كنا نشوفها من التلفزيون أو بيننا وبين بعض عقوة ساعة عشر ماكو شي تسويه خلاص تنام أو إنا تقعد في جابة بس جيل الثمانينات يعني أتوقع إحنا شهدنا يعني تغيير كبير في عالمنا اليوم سواء كان مثل ما قلت أي استاذة ألا من التلفزيون إلى مثلا الحين السرعة في الحركة يعني عشنا هذه التغييرات وعشنا التجارب وعشنا وايد أشياء جميلة بالحبة تصليط الضوء عليها صح وهالشي خلانا أن نحس بقيمة الأشياء يعني إحنا حتى القفة الصغيرة البسيطة اللي ممكن مو بالعين شي فعلا كننحس فيها يعني حين نحس أن الله صار فيه مثلا الجهاز اليديد الموبايل ييد التكنولوجيا اليديد الجيل اليديد ما شاء الله هم مولودين على هذا كله فأحس أن هذا اختلافهم بعد موجود أكيد طبعا أنا أولتي في فيديوهات الموجودة في سيشال ميديا مواضيع يمكن خلالنا نقول الدرجة الأولى تكون اجتماعية غالبا المواضيع سواء مواضيع تتعلق في أمور الزواج وتطرق المواضيع الزواج وفيديو كان جدا جدا مهم ودي تكلمين عن هذا الفيديو بشكل أكبر وليش تكلمتي بهذا الفيديو فيما يتعلق موضوع اختيار زوجة والأبناء ليش تكلمت بهذا الموضوع ويد أسباب يعني أنت لو تسأل أي بنت أو أي شاب عندك مثلا تعليق على شيء خص الزواج رح يقول لك إيه للأمانة أنا اللي خلاني أتكلم يعني بالتحديدا بهذا الفيديو كان في قضية صايرة يعني أو شغلة صايرة السبب الأساسي فيها سوء الاختيار يعني يعني ما بيتكلم بالقضية بس أنه كان في شيء صاير زاد أنه في وايد من البنات اللي حولي وحتى مثلا صديقاتي أو أي أحد من البنات اللي حولي للأسف علاقاتهم الزوجية فشلت له الأسباب أنه هي مثلا ما تكون دارسة الزوج عدل هي مثلا ما تبت تزوج لكن ضغط الأهل عليها ورسق صديقاتها واللي حولها يخليها تجبر أنها مثلا توافق زوجوه عقض مثلا هذه من المفاهيم التي ترى جدا خاطئة ليش زوجوه يعقضي؟ من قال وهي لا يطوفش القطار منه قال يعني يمكن هي ما لها نصيب بالزواج يمكن نصيبها بالعمل نصيبها بسفر وشيء ثاني يعني ليش إحنا رابطين النجاح بكل حياتنا بهذا الشيء أكيد هذا سنة الحياة وشيء يعني أكيد يوازن للمجتمع لكن مو شيء أنه يحدد نجاحك أو فشلك أو نجاحك إذا تزوجتي أو ما تزوجت فهالسبب خلاني أنه أتكلم في الموضوع أكيد عندك شوائد مواضيع تانية تكلمين فيها ويعني المحتوى يكون شيء والناس تتفاعل معها لكن إحنا عندنا فيديو عن الأم بعنوان مقصرة بحق تشيمة رح نتعرف أكثر عن هالفيديو لكن عقوبة نشوفها مع بعض أنت علمتيني كل أول مرة من كل شيء حتى التهديد أنا كنت وايد أحس أن أنا شخص بوي لما كنت أقول حق أي أحد والله لأقول حق أمي أو والله لأعلم أمي عليك أمي هي أكبر حب بحياتي وبنفس الوقت أكبر ضعف بحياتي ما أقدر أن يمر يوم نسهل يوم وأنا أدري أنه في وايد ناس تشوفني وأنا ما أقول حق ناس كلهم أن أنتيش كثر أعظم أم بالدنيا وأنا بدونش nothing يما أنتي أحلى شيء بحياتي ما في بحياتي شيء جميل أجمل أن أشوفك وأنتي مبسوطة فيني ومستنزفيني أنتي حلوة من داخل وحلوة من مبرة حلوة بسمارج وحلوة بصوتج حلوة أن أنتي أمي وحلوة أن أنت يدت زيونة وفهود دايما نسأل الأم شون تتمنين بعيد الأم أنا المرة هذه غير أنا أتمنى بعيد الأم أن أأخذ عمري كله وعطيشي يا أمه ومو كافي ولا رح يكون كافي وعمره ما كان كافي تكلمنا أكيد مهما تكلمنا أكيد عن الأم ما رح نوفي حقها أكيد لكن في جميع خلنا نقول فيديواتش في سوشيال ميديا منذ نستناء الابتسامة كانت حاضرة في جميع فيديواتش إلا هذا الفيديو كانت الموعاتش اللي حاضرة ليش طيب ليش ما أدري ليش صراحة الأم دائما شعور ما أدري ليش يرتبط الشعور فيها بالدمعة بس هي مو دمعة حزينة هي دمعة حب أنا أسميها وأمي أنا بالنسبة لي أنا أتوقع الفيديو شارح نفسي أنا بالنسبة لي أمي هي شيء لو بعيش عمري كلها خمسين مرة ما رح أقدر أوفيها يعني ما عارف ما عارف أتكلم عن الأم وأنا أمي هي أمي وبوي وكانت السند وكل شيء يعني أمي بجميع القضايا اللي تطرحتيها سولفتي بكل أرياحية سولفتي خلنا نقول بالكلام اللي فعلا الناس ودها تسمعه أي لما حين تتكلمنا عن الأم الواحد شوي ممكن تأثر ما يقدر عبره عن نفسه صح فأنت عندش قدر أن تتصل فيه بالمواضيع لكن عندش قدر أن تتصل فيه في أي موضوع صح لا يقدر توفي الأم أي حاج من حقوقها وأكيد يعني مثل ما قلت لو مهما الواحد يتكلم ما يقدر يوفي الأم حقها لكن شلون يعني بنرجع شوي وياتش لصناعة المحتوى ونبينعرف شلون تحددين الوقت اللي يكون كافي لتصوير الفيديو يعني هل بناءا على المادة بناءا على الموضوع شلون تقررين تقزين مدة الوقت صح أنا الحين طبعا بعد الفيديو هذا معارفة طيب أنا الأمانة دائما أحرص أن الفيديو ما يتعدد دقيقة ليش لأن أنا كل فيديو ينزل أبي ناس تشوفه من الأول للآخر أكثر من دقيقة أحس ناس تمل حتى لو كان حلو الفيديو حس ناس تمل ممكن تطوف الفيديو ممكن خلاص لها الليفل وتوقف وقد يفهم الفيديو وبعدين غلط إذا ما أسمع الفيديو وهو للنهاية فأحرص كثير ما أقدر أن يكون مدة دقيقة قبل كنت أفكر أنه أحسن يكون أقل من دقيقة لكن الأوبشنز اللي موجودين الحين مثلا الريل يعطيك هذه المساحة أن يكون دقيقة فالناس تقبلت أن تسمع فيديو أو تشوف فيديو مدة دقيقة فأحرص الأمانة أن يكون ليس أكثر من دقيقة دقيقة وست ثواني ماكسمم نعم أكيد يمكن صناعة الناس اليوم يقعد فيه خلنا نقول متابعة الأشخاص لهم عدة معايير فيه ناس تابع شخص لشخصه نفسه فيه ناس ودي تعرف على حياته الشخصية فيه ناس لو مهتمين بالمحتو واللي قاعد يقدم هذا الشخص اليوم خلنا نقول سعي الشخص الصانع المحتوى سواء كان أنه لازم أقدم محتوى جيد أو أن يبحث عن الشهرة خلنا نقول الجمع بين الشغلتين هذه أهم مع بعض أي أحد بالنسبة لي بالأيام هذه اللي نحن عايشينها أي أحد ممكن يكون معروف أو مشهور لكن الاستمرارية ما رح تقدر تستمر إلا إذا كان عندك محتوى حقيقي وتأفر شو كان المحتوى محتوى ترفيهي محتوى إخباري محتوى مثلا فاشن بس لازم يكون عندك لاين لازم يكون عندك لاين مستمر أنت تستمر فيه أما شهر أي أحد ممكن أنه يطلع فيديو واحد يوصل الملايب نعم على طار اللاين هذه هل تعتقدين أنه من المهم أن الواحد خلاص يمسك الخط وهو يسول فيه يعني ما يكون مع الهبة مثلا والله اليوم خلنا نقول ترند عن الفاشن يلا روح يسول في عن الفاشن باتر خلاص أو لا تغير صار ترند مثلا عن الرياضة خلنا نروح يسول في عن الرياضة نحن نلحق الترند ولا لازم خلاص هذا مجالي وهذا خطي وخلاص وحسب الشخص شنو يقدم مثلا أي محتوى يشبه محتوىي أنا أنا أقدر أكون موجودة في كل الأصعدة لكن شنو المحتوى الأساسي اللي أنا نقع قدمه مثلا فيديوهات سواء كانت كوميدية جدية فيديوهات هذا الكونتن هذا الأساس شنو أدخل فيه أنا من المجتمع أو من الظروف اللي حواليني أو من الترند هذا الترند هذا حسب اللي يصير ومو لازم تأخذ كل شيء وتستخدمه لأنه فيه أشياء بصراحة ما لا داعي أنها تستخدم أصلا من المهم أن الواحد يعرف أنه فعلا فيه أشياء ما لا داعي تستخدم وشنو كعي يستخدم وليش كعي يستخدم بشيذي استاذ الألاء وصلنا وياتش لنهاية حوارنا شاكرين للصراحة تواجد معانا وهذا النقاش الثري وعطيتيننا وايد معلومات وأكيد نصايح أيضا من ضمن اللقاء يعني استفادنا ومن غير شكل المشاهدين أيضا استفادوا شاكرين تواجد مثل ما قلنا معانا في الاستوديو نشكر ألاء حسن صانعت محتوى على هذا اللقاء الشيق وباصل يعني من المهم أن الواحد يعرف هو الشنو كعي يقدم وليش كعي يقدم هذا المحتوى وحق منه نعم أكيد مهم جدا اليوم الواحد اللازم يكون عنده محتوى نحن دائما حتى يعني يعني عيالنا الصغار بناتنا نقول لهم دائما أو نحرص دائما أن متابعة الشخص الذي عنده محتوى الشخص اللي تستفيد منه اللي تستمتع منه وتاخذ منه شي قيم اليوم يعني أكيد ألا حسن من ضمن هذه الشخصيات اللي قاعد تقدم مادة جميلة سواء في محتوى كوميدي أو محتوى حتى رسائل توجهية قاعد تقدمها كيد مثل فيديو الأم فيديو معبر جدا وفيديو فيه من الأشياء ما لا يمكن التعبير عنه أكيد نشكرها مرة ثانية لتواجدها معنا ونشكرها أيضا على المحتوى اللي قاعد تقدمها في السوشيال ميديا شكرا نحن إن شاء الله مستمرين بكويت اليوم بفقرات أخرى لا كم بعد هذا الرحل